يوما بعد آخر يترسخ الوعي الجمعي في العراق أن لا حل ممكن للوضع المتردي إلا باقتلاع العملية السياسية التي ولدها الاحتلال ولذا ينظر العراقيون إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة القادمة على أنها إعادة تدوين لذات الوجوه التي يحملونها مسؤولية ما آلت إليه البلاد الأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات شملت أحزابا ونخبا ونشطاء في ثورة التشرين أكدوا جميعهم أن مقاطعة الانتخابات تكمن بعدم نزاهتها لغياب توفر الشروط الملئمة لإقامتها وعلى رأسها سطوة الميليشيات والأحزاب المتنفذة فيرونها كسابقاتها لن تحقق التغيير المنشود وستبقى القوى السياسية المهمة على السلطة في مكانها العراقيون خبروا قبل غيرهم اقتراعا يلو آخر ويحمل في طياته دلالة تزوير لا تدع مجالا للشك كما حدث في الانتخابات الماضية عندما وصل الأمر إلى إحراق صناديق الاقتراع فيتساءلون عن الضامن لنزاهة الانتخابات التي يتحدث الكثير من المراقبين أن نتائجها محسومة مسبقا لم تجدي دعوات الأمم المتحدة المتمثلة بمبعثتها إلى العراق بلاسخرت في ثني العراقيين عن قرار مقاطعة الانتخابات فالمسؤولة الأممية هي ذاتها محط اتهام بالتواطئ مع قتلة المتظاهرين ومحاولة تغيير الصورة الحقيقية للواقع العراقي يذهب مراقبون للقول إن انتخابات 2021 ستكون أسوأ من سابقاتها فبالأمس كان الاعتراض على اشتراك أحزاب ذات أجنحة مسلحة في العملية السياسية فكيف الآن وقد اشتركت الميليشيات نفسها في الانتخابات وباتت هي الأكثر حظا من غيرها في الوصول إلى البرلمان سيناريو 2018 قد يتكرر بالعراق لكن بنسبة تصويت أدنى من تلك التي كانت دون العشرين بالمئة على الرغم من حديث الحكومة وقتها عن نسبة مشاركة عالية مشهد يشابه كثيرا تصريحات المسؤولين حاليا عن استبشار العراقيين بانتخابات تجري تحت السلاح وغياب القانون